برحب بحضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور تعالوا كده نشوف حاجة كلنا بنعملها ومن زمان كده ايام ما كان الجرنون الورق في ادينا ان احنا نطلع فقرة الابراج عارفين كده الابراج برجك اليوم وحظك اليوم وتشوف وتبقى نازل يا متفائل يا متشائم ان انت يعني يومك النهاردة عامل ايه بناء على البرج بتاعك طبعا نسيبكم ان احنا نقول الكلام ده صح ولا غلط دلوقتي بس بعد كده الموضوع تطور ان يقولك هو انت برج ايه ولو اتنين ينهر ابيض القص يتجوز العقرب هو مش عارفة انت جوزاء المتقلب المزاج يتجوز العزراء وبقى فكرة التوافق بين الشخصيات كتير مننا بيربطها بموضوع بقى الابراج والتوافق هل دي حقيقة؟ يعني هل اي اتنين هيرتبطوا ببعض او اصدقاء او واحد بيشتغل مع واحد وده مديره في الشغل يقولك انتو مش رتتفوا ابدا في الشغل ده ده برج كذا ايه هي انواع الشخصيات؟ وازاي اعرف ان فيه توافق بيني وبين الشخصية اللي قدامي وحكم يعني على ده بناء على ايه؟ تعالوا نهاردة نشوف الموضوع بشكل علمي مش بشكل يعني هزار بقى وابراج وحظك اليوم والكلام ده نهاردة بيسعدنا وشرفنا جدا دكتور حمدي ابو سنة وستاذ صحة النفسية بالجامعة الامريكية والاكاديميات العسكرية للدراسات العالية والاستراتيجية صباح الفل يا دكتور صباح النوع عليكم نورنا يا دكتور انا متشوق جدا ان انا اسبع من حضرتك عشان لو هما بيعملوا يعني اختبارات التوافق دي كنت انا وهيبا مش هنعمل نفس البرداني نستحال فايه موضوع ان كل شخصية مختلفة عن التاني يعني لو سألتني شخصيتي اقول لك ما عرفش يا دكتور يعني ما نجيش فكرة حقيقة فهل الشخصيات فعلا فيها انواع تعالوا ناخد مبدأ عام كده أبنا يسعدكم ويسعد مشاهدين بكم ان شاء الله ايه هو ايه هي الشخصية اولا الابراج وكده والكلام ده كله خليه على جنب تعالوا نتفعل حاجة الانسان ابن بيئته اه حلو ايه الانسان ابن بيئته انا طبت على ايه شفت ايه شفت التعاملات ايه في البيت في القصوة ثم في الحي ثم في ايه المطاسة نظبوط يبقى الانسان ابن بيئته واقول لكل الناس وكل الاباء والمقبولين على الزواج ابنك مش زي ما انت عايز ابنك زي ما عايش عشت حب هطلع انسان معطاقه بحب عشت عنف وقرهية وكده هطلع كده اذا كانوا زمان بيقول ان الجينات الواصة 50% والبيئة 50% انا بقول لك الوقتي الجينات 10% والبيئة 90% ايه 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 لماذا المتغيرات كتير المدخلات كتير انا بتأثر بكل حوليه نحن احيانا نظن ظن خاطئ ان الطفل ما بيفهمش الطفل لا ده بيفهم وبيتأثر ويدرك فخلي بالنا من ايه من التعاملات طب الشخصية الانسان ايه هقول لك الشخصية تميل الى السوية النفسية شخصية تميل الى اللا سوية تمام مفيش انسان سوي 100% تمام السوية النفسية 100% دي خوافة مش موجودة ولكن كله عندنا بعض الهنات او بعض العيوب تعالوا نتفع على اتفاق هناك عيوب لا تقبل ده نصيح بقى لهم مقبلين على الزواج او الاطباط او العلاقة عيبين خطرين انا برفضهم تايما اي حد الكذب والبخل والتين بيقدوا البعض ما بيتغيروش ما بيتغيروش وهنا دكتور ربنا بيقلك ونبه ما تقولش لأ ده لما أوطبت به وبعد كده هعدله مش هيحصل بنات كلها بتقول كيف يعني الكذب والبخيل دول ما يتعدلوش فلو سمحت اللي كده يكون في العلاقة دي ابعد عنها كذب بلاش منه عمره ما هيبقى سادق بخيل عمره ما هيبقى مش مصرف لكن عمره ما هيبقى كريم شيء متأصل في الشخصية وصدقته بقى مشكلة مش البخل المادي ده البخيل مادين البخيل مشاعويا بخيل في العطاء طب اللي حيبقى ايه تم حضرك اي طيب انا بقول الانسان بيامل الى السوية النفسية اللي هيا بعمده معايير الصحة النفسية بالنسبة معقولة ايه الصحة النفسية عصر بالصحة النفسية اتوافق اتوافق مع النفس توافق الزاتي ما معنى التوافق النفسي انا عرف قدراتي ايه امكانياتي ايه وفاهم احتياجاتي وواعي لعيوبي بقى فيه أطور من ذاتي إذن الشخص الذي يميل إلى الصحة النفسية إلى السواية النفسية واحد ده ده يتوافق ذاتي اتنين يتحمل المسئولية وهنا أكد عليها قوي أنا يجب وأنا بعمل نشأ أعلمهم المسئولية أتنع بقى أنتوا بقى الناس الأكاديميين دوات بيجي كالكعونة الدنيا لا والله ده أنا الطفل الطفل أصلا في السنة التانية عنده حاجة اسمها الاستقلالية وإحنا من رب بيبقى هو عايز عفوا عايز يبدأ هو يلبس عايز يمسك المج بإيده ده احنا بنقتل فيه الحتة أيها فعنده لا ده أنا لازم أن أشجعه ونميه هيغلط هيوقع أيها ما لازم أن يغلط ووقع عشان يتعلم الصح بيغلط فيه في حدود يعني العواقب بتاعتها مش كبيرة طيب ويبدأ مثلا إيه عنده في السنة التانية في حياته المبادئة والاقتحام عايز يكتشف كل حاجة عايز يحط إيده فيشها يشوف أستاذ سحقبي طفل كده يشل له النضارة عفوا عايز يكتشف يحط إيده هنا يحط ده اسمه أبودئة والاقتحام أنا بقى من عمده كله لا أنا أوجهه عشان يتلع عنده تحمل مسئولية يا فنم نحن عندنا كل تلت دقيلة حالة طلاق دي مأساة لنحن طرقنا المسئولية دي يا فنم نيجي بقى الحاجة تانية ودي الأهم أي علاقة يجب أن تفل الاحتياجات يعني أنا في علاقة أو اتنين في علاقة زوجية خطوبة صداقة يجب كل منهما يلبئ احتياجات الآخر يعني وجهة نظر طرف بيبقى شايف أنه عمل اللي عليه وزيادة فأنا كده بقى ملب يعني لما تيجي تلوم على حد أو طرف يلوم على طرف أيوة أنا عمل كل اللي عليه متوافق مع نفسه بالغلط حيث بتقول من علامات صحة نفسي أنه متوافق بحكم مين متوافق لو بحكم الشخص ذاته هو شايف نفسه ذاته حتى هو بخيل حتى وهو كدهب راجب مبارات لنفسه الكدهب والبخيل ابن بقته ولا دي وراسة لا فإن ابن بقته ابن بقته طب حاجة تالي معيشة دكتور في الجزء دي هو عارف هو عارف نفسه أنه كدهب وده عارف نفسه أنه بخيل ولا لا هم مش عارفين بس يا دكتور هو مش عارف بدلنا وبيستمر وعنده مبارات قوية عشان كده متوافق مع كذبه ومع بخله هو مش بخيل هو أنا بنظم حياتي هو أنا بعمل كذا أنا حيولك أنا حريص طب ليه طب يعني عفوا حضرتك تقول لي الجبس بتاعك مش لايق بيكو كده طب هو ده مظاهر أنت بالدوارة مظاهر إنه إنسان مش بمظهر أنت دايما تبصوا للشكل الخارجي آه مبدأ أنا بقول لكش اصرف مظهرك ولكن اصرف مظهر وإيه لائق أي طب حضرتك الكذاب أنا مش بكذب أنا مش عايز أعمل مشاكل لأ قولي الحقيقة ولكن بأسلوب كويس طب دكتور ما فيش اتنين متطبقين في شخصياتهم 100% يعني طب أنا بعيدا إحنا قلنا نركب بقى موضوع الأبرج ومين متوافق مع مين وعزراء تتجاوز إيه نهار ده لو اتنين هيرتبطوا إزاي أحكم إن إحنا فيه بنا توافق في شخصياتنا بناء على إيه دكتور فكرة الرطبات في العلاقات التطابق لا أي إيه إيه إليه تكامل أم بحضرك نكمل بعض أه حضرك مثلا أنا عصبي فعايزي يبقى شرك حياتي أكثر ردوءا عشان يقدر يمتص غضبي مش أنا بقول أحد طب هو يمتص غضبه ده هيأثر علي هبدأ أنا أتغير بالمعايشة بقى عصبي فيه الشخص الهادي أحيانا من كتر عصبيت الطرف التاني ممكن يوصل أنه يتأثر صح وممكن يبقى ممكن يبقى العصبي يهدى شوي آه بس إمتا لما بعد المعقف الشدي دي يا دكتور بنواحد مع بعض بيهدؤوا كده أنا عايز بقى نتعلم حاجة علشان المعقف والكلام بيجيب بعض اللي هي كيف نعاتب كان عندنا ما كنا بنتكلم أنا وهيبة من كم يوم على العتاب وبتاع بس ما وصلناش برضو لحكاية ما وصلناش لحاجة نعاتب الزي ففرصة نسأل حضرتك أشكوك جدا أنا هنعدي التسامح أنا تسامحت خلاص ماشي بس يسيبني أعبة عن ما ألمني في هذا الموقف حتى ننتبه للأخ تمام مزبوط لحد أكل تمن شوية لما تيجي لا ده أنا عمل لعلي لا بس ده مش احتياجي خلاص حضرتك الوقت حضرتك بتحب الموسيقى تمام وبتحب الغدام شايفك من دايق طب يلا إيه نروح نسمع موسيقى أو شغل كده في اللحظة دي ده مش احتياجه مش ده اللي أنا عايز نسمع موسيقى أنا عايز حاجة تاين في اللحظة ده مش احتياجه أنا لازم نكون فاهم الطرف الآخر كويس جدا والشريكي أو زوجي أو زوجتي عشان أعرف هو احتياجه طب اللحظة دي إيه طب أحرفها إزاي ما أنا مش بنجم إحنا بلما بيحصل مواقف شد وجذب بنواحد مع بعض وبعض ما خلاص تسامحنا وهدينا طب أنا بقى حضرتك قلت كذا وكذا ودي أنا في متاك كذا تبدأ حضرتك به هدوء تفهم لنا إزاي في لحظة الفعال بعمل إيه في لحظة الفعال بيحتاج إيه إذن العتاب الراقي العتاب الراقي إسلوب حياة طب دكتور هكي بتقول إحنا كم شخص العصبي والشخص العيد شخص العصبي فيه منه في درجات معينة بيقى شخص غلط نعم فلما بيحصل ده في المشاكل وإحنا ممكن بمعنى بكلم مع الشخصيات فالمشاكل اللي جوا كل بيت دلوقتي دي الحاجات اللي لما بتيجي تعطبني في حاجات ما بقعفش نساها يعني بقعفش عديها لأنك دست على حتة فيها إيهانة الكرمتي لنفسي فمش قادر إن أنا عدية فإزاي الشخصية دي برضو أحكم عليها إنها هتبقى غلطة إن دي لازم أعمل لستوى مش هينفع تتطبط بيها يعني بعيدا إحنا نوصل بقى للمرحلة خاصة إحنا تدبسنا وتجوزنا فعايزين نعاتب بقى وخلاص ونسامح بعض عشان أخد القرار يناسبني وما يناسبنيش بس هدف لماذا حينما أنفعل أخطئ ونحن أصعب حاجة يا جوحي مشاعر أوجوكم انتبهوا لها جيدا إيه اللي بيحصل الإنسان حينما ينفع الإنفعال حاد يعني عصبية قوي 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 مشي إيه اللي بيحصل يغيب جزء كبير من التفكير وطالما غيب جزء كبير من التفكير بيغيب المنطق خلاص صح فنن أنا بقى حويس لأنني موصلش الطرف الآخر لهذه الحالة تمام طيب أنا اندفعت حلاص ما فيش تفكير يبقى مدفع وقلت كلام قاسي والطرف الآخر تسامحني ولكن ما زالت جواه شرخ أو حاجة كلام اللي أنا قلت طيب أنا لو حاوست عليه وما حصلش موقف مشابه هيبدأ يتضغل 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 لغاية ما يتم من نسيانه أما اللي أنا أقولك إيه مش إحنا خلاص تصالحنا أو سسحا خلاص ما فيش ده موجود فاسبني طيب عفر أنا أسحى أو سسحا أنا وإنت حصل موقف وتسامحنا وخلاص بس إيه لقيتني بتكلم فيه على فكرة أنت جاوحتين جاوحي القوي إيه حمد خلاص ما إحنا تكلمنا في الموضوع ده وخلصنا لأ سبني لأن أخبر عن الوجع عبر الوجع فيخرج فخلاص الموضوع يتضغل 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 لأن حسب الوجع هتلقى أنا إيه بقول الستات ما بينسوش بسته بأمانة كنت عارفة أنك هتقول الجمل بأمانة مستنياها ستبقني مستنياها هيقول لك الستات ما بتعيد وتزيد في الكلام يعني مثلا خلاصت صلاحنا بس ممكن بعد فترة كل ما تتكرر المشكلة نعيد نفس الحكاية من الأول وجديد طب نعمل إيه يعني رجالة شوية ما هذا مش عشان الستات حسيسة شوية دكتور يامي حواء أبنا منحة حاجات جميلة وده علم واحد زاكرة التفاصيل ده ديها أعلى من آدم طبعا حاجة جميلة ده أساسي وخلي بالك وممكن يعني أدق أدق التفاصيل تركز بيها وتاخد بالها منها وده بنصر أنت أنا عملها عشان هي مسؤولة هي أم هي بتراعي حاجات زي كده ده جميلة جدا أنا بشوف دكتور حمدي لابس بادلة حلوة هي بتشوف دكتور حمدي لابس أميسلونو إيه الكارفات عاملة إزاي وربطة يعني التفاصيل الصغيرة اللي اهتمامها بيك بتشوفك كده مش اللي اهتمام ده هي هي لها حاجات إيجابية تركزي في الإيجاب وصح كنا بحضرها سليم جدا تاني حاجة الحدث عندها عالي يعني هي من المقدمات تصل للنتاج وده هي منها بقولها للأولاد يا ريك خلي بالك لما مامتك تقول لك ما تكلمش ده وطبعا في سن المواقع لك هدث دليل مادي طيب ما عندهاش دليل مادي بس عندها ايه حدث الحدث السادسة شي عندها الزكاء الوجداني أو العاطفة والانفعالي أعلى بتغتبات أعلى تم حذك فإيه اللي بيحصل بقى يحصل مشاكل ها تعالي بقى موقف حصل ها هي متذكرات تفاصيل ها تسامحنا ولكن بعد مدة قليلة حصل مشكلة تاني احنا كشوئيين بلما بنجي نستدعي الموقف بنستدعي بالانفعالات طبيعتنا كده ها وبتقول البحر المتوسط عماتا يعني هتقول ليه ملامح وشكت غيرت انت ملكت عصبت كده ليه وهو بيتكلم في حاجة خاصة خلصت استدعيها بنفس الانفعالات بتاعة الموقف اللي حصل عشان كده عشان ما استدعيش بقى نفس الانفعالات قلت لحضرك لما اجي أتكلم في المضاع خلينا اتكلم معه واثنين عشان يتضاءل مش هتنسيه في لحظة مش هيتنسي يتضاءل يتضاءل نسي مع الوقت اه ويتنسي مع الوقت تمام طب ليه بقى حواء بتقول لك ما شفتش معك يوم عدل اه صح يا جماعة علشان هي أقصى عاطفة اه خلاص فهو يزعل في قولها انت نكارت خير أصلا مفيش مش فكرة لي يوم واحد ده اعملت وعملت وعملت فجرة بقول له حضرك بقى لحاجة انا بقولها للشباب ان هي على قد ما بتقول له كذا 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 ازعل على قد المعزة صح اه حلوة دي بجد عفوا انا مهمش حضرتك اه هتزعل مني لا ولا هتعايت ولا هتعايت طب في هل ممكن يجي لحضرتك اتنين شباب مخطوبين في حضرك تشوف يعني برؤيتك وبخبرتك في هذا العلم ان الاتنين دول لو تجوزوا هيحصل بينهم مشاكل كتير مبدأ واحدة دكتور هنمش عليه اختلاف القيم يعني المشاكل اختلاف يعني اختلاف القيم اه الصدق حد يختلف عليه لا بس انا شايف كتبة بيضة مش مشكلة ما دي هنبينها يعني هكتشفها اه يعني دورنا ان احنا نكتشف بعض اه ودي اهمية فترة الخطوبة بصها فادم انا عندي القيم القيم الاعتقادات انا اعتقادة ايه انا شايف حوائد ايه ايه اللي انا شفت في بيتي عشان هلو حدك على حاجة احنا دايما قضي موضع وعزينا بقى اننا نتكلم فيها في يوم بالأيام الشخصية النارجسية هل تعلم صديق العزيز ان النارجسية معدية اه معدية رغم انها لو شخصي النارجسية برضو ده ابن بقته صح ايوة فان ويقدر يعدي غيره اه ما لما ما لنت لسه من شوية بقولك ايه مع العصبي هيكلل صح صح بس احنا ساعات انا بشوف الشخصي النارجسية بزا ساعات احنا اللي بنصنعها الله عليك يعني ممكن ممكن ابقى مثلا عند حد يعني كل شوية احنا كلنا نقول له انت العظيم انت اللي ما فيش جابتكش ولده قبل كده وكذا 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 طيب يبقى نارجسي تمام تعفى دكتور انا دايما نقول كلمة الزوجة تشتكي من الزوج النارجسي واتربي نارجسي جديد اه اه ابني ده ابني اه اه لسه عشان الامات اللي بتسمعنا ده دكتور ما هات تطلع بيها في الاخر شخص نارجسي سيد دكتور من سنة سنة ثانة الاربعة بيقى فيه حاجة في المحل الموسمة التماركز حول الزيت ده بتاعي ده بتاعي ده بتاعي انا معلمتش ان ده بتاعك وبتاع غيرك معلمتش ايه العطاء فهو النارجسي كل بيبدايته التماركز حول الزيت فهو هو هو يعني بيتنفخ بلونة وتتنفخ اه اتنفخ قوي خلاص واحيانا برضو ان انا اقول لابني حاجة يمش فيه خلاص فيقتنع ان هو عنده قدرات خارقة ان هو جينيوس ومع ذلك هو مضطهد ومظلوم ماخدش حقه فشايف نفسه ايه طووس تم حضاك عشان كده دايما اقول يا جماعة خلينا وقعين اعلم ابني فيه صح وفيه غلط وفيه صح وفيه الاصح والعطاء مهم جدا اعلم ابن العطاء يخرج بره زيته فما يطلعش النرجسي ويتبادل يعني مثلا دي الوختك شاف حد مسكين في الشهر يديله لو انا رايح اعمل صدقات في مسجد او كنيسة اخده معايا وعرفه اقول لك الصدقات المخفى يا صديق العزيز انت لازم اعلم بابن العطاء اقل يعني تشوف ايوه طبعا انا ليه السؤال الدكتور انا معرفش النوع شخصيتي ايه ومعرفش اي حاجة في اي حاجة هل بامكاني بطريقة ما ولا لازم اعرض نفسي على متخصص ان انا النهاردة بتفرج على دكتور حمدي وعجبني الكلام جدا بس انا عايز اعرف نوع شخصيتي ايه عرفها ازاي دكتور هو طبعا في ايزنج ده احسن حد عمل في الشخصية وكده وفي مقاييس اقول لحظاتك مؤشر كده حظاتك بتحب ذاتك فقط لذاتك ولا بتحب الاخرين التاني يعني ايه انا باهتم بنفسي اتعلم وزاكر وبقى كويس من اجل انا 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 ولا من اجل اكون مشرف لولادي اكون مهتم بزوجتي يعني ايه مهتم بزوجتي انا اذا كان جالي نجاح او حاجة زي كده ليه ما عبرش عن نجاح ليها بتكلم جده الله اقولها لولا انك انت جنبي لولا انت بظاهري بكلام كده بالظبط مش كلامه بس وتعبير بسيط بهداية بسيطة بحاجة عمزية بالكلمة الطيبة التواصل قائم بيه بالكلمات بس مش كلمات يعني شوكرا ده بالله عليك هتقبلها مني لا انا بشكوها جدا مشكري شكوها مشكري جدا جدا انت اخد القرار ان ماكملش وان احنا غير متوافقين هل بس الكذب والبخل ولا حضرتك النهاردة هتقول زي كده المقايسة اللي بنعمله ما تكملوش مع بعض بس يا دكتور بالكذب وبخل ده مرفوض من الاول ما ندخلش فيه اي تين اي خلاف في القيم وعدم التوافق طب يعني ايه عدم القيم يعني ايه لا ما فيش احترام لا اي حاجة احنا كلنا عايشين في بيئة لعادات التقاليد صح فنم اي خلل في العادات التقاليد السليمة السوية السليمة السوية المعتادلة ااكد السليمة السوية المعتادة لو في خلاف بينا في القيم والعدات التقاليدية مش هننفع ايه مش معنى ان فيه اختلاف في القيم ان حد القيم ومش سليمة زي مثلا ممكن يكون يعني بنوتة متروبية من عائلة كبيرة جدا وعيشة طول عمرها في كومباوند وكذا فطريقة لبسها حتى وطريقة كلامة وطريقة تعليمة مختلفة عن حد تاني بس هما يقول لك انا بحبه الدكتور قال المعتدلة فشايف حضرتك ان ده مش هيتماشي مع بعض ما فيهاش خلل التوافق الفكوي اه هو اللبس بيو عبه عن الشخصية ولا سلوكي ولا لبس اللبس سلوكي ولا لبس اللبس صح فانم اذا انا بفكه ازاي هل انا سطح التفكير ولا ضحل ولا عميق انا هدخل هلاك بس انا ما شاء الله لا لبس شيك انت انسان عالم منتكد انا هقول لحركة لحاجة انا معرفش هو مسأل بعيد وانا مش عرف ان اقوله بس ممكن تلاقي مثلا مسؤول كبير اتحبس شفنا رئيس مبارك محبوس بس هو شكله رئيس جمهوري اقول يعني اللبس كمان مش هو الطريقة الوحيدة بالضبط بفيه اللي بيحكم على الارتباط اه او لا على شخص متقدمي عشان هيقيته وبدلته ساكن فين وعمل ايه اه لو انا سطح التفكير احكم المظهر اي لو انا عند دعمك في التفكير ابدأ اشوف النقاش والتوجهات والاختلاف هات بس اهم حاجة بتوافقه والتقارب في المستوى الاجتماعي برضو ايه طبعا انا في في الليفل معين بحياة باستايل معين تمام ممكن يبقى فيه صداقة بس هل ينفع في الحياة ام انهاي في لحظة انا في حاجات هرفضها طب هقدر يعني هقدرها في الاول وبعدين هرفضها بعد كده هيحصل ايه صدام اكتر حاجة بتفشل بتفشل العلاقات الصدام الفكر عشان المشاعر بتبقى واخدى الناس فوق قوي في الاول لكن باكام يزلوا على ارض الواقع بيتقاشوا با وهنا بقى ما احنا نقول لي يا فنم لو سمحتوا في اي علاقة كون واضح علشان ما رفعش سعق في التوقعات لان حينما يرد يعني التوقع ما تحققش بيحصل ايه احباط صح واحنا اتفقنا في علم النفس الاحباط يولد شحنات ايه عدوانية مش معنى ودي بنشوفها كتير البناتنا بيقدخلين بقى العلاقة والجواز وعايشين بقى ايه حلم الهيام اي فجأة هب يلا انا هياسف احباطوا بعض بالدقيق فجأة هيام نفسها بتختفي ايه ايه بيحصل يا فنم بيحصل احباط في كذا حاجة ايه الشحنة العدوانية بقى مش معنى الشحنة العدوانية ان انا اجيب سلاح لا ده انا بقهمل في ذاتي فتلاقاها بعد ما كانت كده حاجة مبهجة اقولها ببلدي كده بقتدلة ومش مكسورة ومحبطة اه دكتور انا عايز اعترف ان انا استفدت كتير جدا من كلام حرككم الفقر دي وجريب بسرعة جدا احنا كان لسه عندنا على الاقل يعني عشر اسئلة يعني لا بس ده على وعد نكمل على وعد ان احنا تجي لنا تاني يا دكتور يعني بقى موسطين جدا يعني احنا لسه مفهمناش نفسنا انا بسحق الغد دلوقتي الغد دلوقتي مكهولية انتو الاثنين جمل جدا نشكر حضرتك جدا استاذ دكتور حمد بوسنة استاذ الصحة النفسية بالجامعة الامريكية والاكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية نورتنا جدا يا فنة نورتنا يا دكتور شكرا لجو تحاكي معينا وصباح الفل نخرج لقى تيما حضرتكم لفاصل وتكملها بقى للموضوع اللي احنا بنتكلم فيه لانه الاخطاء في التربية بتبقى صعبة جدا وبتأثر على نشأ تعالوا نشوف لما بنفرق بين ولادنا في التربية في البيت اللي بيحصل بعد الفاصل